شونكم أصدقائنا واني دات صفح لتويتر قبل يومين شفت حاكم ولاية تكساس غريك أبوت منزل في التويتر كاتب بيها انه ما راح نشوف هي جي قانون في ولاية تكساس والله انتبهت للصورة وللقانون جذبني العنوان شفت انه هاي بولاية ميشيغان وشفت الصورة مع الحاكمة ولاية ميشيغان ريت أباوع القانون أشوف شنوه هذا القانون شفت انه فتحت اللينك اللي هو حاطة يعني وهي التغريدة مالتا شفت انه القانون فعلا بولاية ميشيغان وصادر الاسبوع الماضي ومرر الكونغرس مع الولاية وهو قانون مقدمي الديمقراطيين وطبعا مصوطين عليه كل الديمقراطيين ومعارضي كل الجمهوريين فامار من مجلس النواب بولاية ميشيغان وشفت القانون انه اكو غرامة توصل الى عشرة الاف دولار وسجن خمس سنوات بس على شنو هاي الغرامة وهذا السجن يعني احنا عشرة الاف دولار كلش شبيرة يعني انه تتغرم غرامة ها وتعتبر انه هذا الشي راح يسوي هي جناية اللي هو اكبر من الجنحة هنا بكل الولاية طبعا تعتبر الجناية فالشيء كلش شبير اكثر من الجنحة شنو هو هذا الشيء اللي راح تتغرم اللي راح تتغرم عليه هذا المبلغ واللي احتمال تنسجن عليه خمس سنوات وتعتبر عليك بالاخير جناية الشيء انه هو اذا انت ناديت اي واحد استعملت العفو ضمائر خاطئة مع اي واحد هو متغير جنسيا وهو هذا القانون يندرج ضمن القوانين اللي راح تشرعها الولاية لحماية المثليين وحماية المتحولين جنسيا القانون لازم يروح للسنت وبعدين يروح الحاكمة توقع عليه حتى ينفذ الى حد الان هو ممنفذ لكن حسب ما قريت وبالصحف انه هو راح يروح بالسنت لينعدهم الديمقراطيين الاغلبية والحاكمة هي ديمقراطية راح توقع عليه طبعا شنو اللي يسوي انت غير استعمال الضمائر الخاطئة انه اي شي انت تقوله او تفعله او تتصرفه يخلي الاخر اللي هو قد يكون غي او متحول جنسيا يشعر بالخوف او التهديد فغاح يعتبر يسموه جريمة كراهية وغاح يطبق هذا القانون طبعا هذا القانون يشمل كل المؤسسات يعني يمكن واحد اول من يشوفه يقول اه بس انا فرد اتعامل لا مع اخر يمكن احتيو اي او شي اجرح مشاعره لا هو يشمل كل المؤسسات لبولاية مشيا مثلا اذا كانت بالسوق واستعملت يعني اذا كان السوبر ماركت العاملين استعملوا في التعبير خاطئ او الانت تشتري واستعملت مع اي واحد من الموجودين او الاهم اذا انت منعت او اي مؤسسة منعت المتحولين جنسيا من استخدام الحمامات النسائية ايضا هذه راح تعتبر يقدرون يقيمون دعوة عليك ويقدرون يحاكموك ويذبوك بالسجن او يغرموك 10 الاف دولار وايضا المؤسسات الدينية حسب مقرية او الكنائس والجوامع اذا استخدمت اي خطاب ضد هذولا ضد المثليين ايضا راح ممكن يحاكموها ويغرموها او يسجنون الشخص اللي قال هذا الخطاب طبعا اللي عجبني بالموضوع انه حاكم ولاية تكساس معلق هو يغايل احنا مستحيل نسويهي قانون بولايتنا بالعكس احنا شرعنا قبل اسبوع قانون لحماية الرياضة النسوية من المتحولين جنسيا اذا رادوا احنا منعهم من اعتام ومثل ما اقول دائما انه هذا الصراع مستمر واليوم الصراع انتقل الى ولايات محافظة مثل ولايات تكساس تشغع قوانين تحمي العائلة تحمي الشعب مالتها تحمي الناس من هاي الافكار واكو ولايات ليبرالية مثل اليوم صارت ولاية ميشيغان ولاية ليبرالية بالكامل بالعكس تحاول تحمي الجهة المقابلة من اللي تعتبرهم راح يمثلون اي خطأ عليها انا اتساءل طبعا مثل ما شفت انا ايضا انه ولاية ميشيغان هي اكبر ولاية بيها عرب ومسلمين وتصويتهم كلش مهم بالولاية كلش مهم ويأثر بالولاية طبعا اغلب المسلمين والعرب يصوتون للحزب الديموقراطي بساني همين اتساءل انه هل هيكي قوانين هما يعني من دي صوتون الى الشخص هيكي سوا هل هما مقتنعين بهاي القوانين هل هما يأيدون هاي القوانين هاشكي القوانين عدنا نائبين حسب ما انا شفت عدنا نائبين بالبرلمان مال ميشيغان هما من العرب والمسلمين هما ابراهيم عياش وفرحات عباس واحد هو زعيم الاغلبية الديموقراطية اي ماكو قانون او اي ماكو اي شي اللي هو ابراهيم عياش ماكو قانون او اي ماكو اي تحرك من الديموقراطيين يمر اذا ما هو ياخذه الى الكونجرس يعني هذا القانون هو قاري هو فهم كوليزيان هو قدمه حتى الكونجرس يعني يحتي بيه او يعني يصوت عليه العفو ويناقش اول ويصوت عليه واثنياتهم واحد ابراهيم عياش يمثل منطقة هامت شرامك ومناطق المحيطة بها اللي كلها يمنيين وهو فايز ب 17 الف صوت من اصوات كل هذول الناس سواء العرب او المسلمين البنقال الموجودين في هذه المنطقة وفرحات عباس اللي هو يمثل ديربون وديربون هايتس وكل مناطق اللي حاولها وفايز ب 15 الف صوت وبفارق كبير اثنياناتهم عن المنافسيهم والجمهوريين وعني متأكد كل اللي مصوتين للاثنين هم من سكان ذيش المنطقة من العرب والمسلمين هل هم يقبلون هاشك القوانين هل هم ما كان يقدون يعترضون بالعكس كانوا يقدون يعترضون كانوا يقدون يحيون ويسووها بالإعلام رغم ان هم اثنيان وياهم كل الجمهوريين لأن كل الجمهوريين هم مصوتين ضد هذا القانون هل هم صوتوا مع القانون يصوتوا مع القانون واحد منهم إبراهيم عياش هو اللي صعد القانون والآخر فرحات عباس هو صوت مع القانون إذن اثنياتهم كانوا من الداعمين جدا للقانون وهذا تساؤل نطرح على كل المصوتين عليهم وعلى الآخرين أيضا اللي يقولون أنه التصويت ما يفيد لا صديقي التصويت يفيد وتصويتك المنهام يفيد لأن هذا القانون يقر بأغلبية جدا بسيطة خمسين تسعة وخمسين أغلبية بسيطة قبل من هاي أول دورة أنه الديموقعاطين ياخذون الكونغرس والسينتس بولاية ميشيغان قبل ما كانوا ماخذين دائما كانوا يخصون فما كان نسمع بهشكل قوانين تمرر لكن هسا لا رح تمرر بعد أكو مشاريع هواي قوانين رح تمرر في ميشيغان من هاي القوانين وهذا القانون الأخير هو جدا خطير لأن خلص أنت بعد سكتك ما رح تقدر تحكي نهائيا لأن رح تحاكم ضمن القانون ورح تدفع مبلغ أو رح تروح بسجن وبالحالة مثل ما قلت رح تصير جناية عليك هواية من المؤسسات وهواية من المؤسسات وهواية من المؤسسات والهنانة في ميشيغان رح تحدد ما رح تقدر تسوي هواية شغلات ما رح تقدر تتحرك الموضوع مو بس بالحكي يعني مو بس شيء تتصرف مثل ما قلتكم يوصل إلى هواية غلق خاصة المؤسسات التجارية رح تتضرر شيء يبيع و شيء ما يبيع رح يجب أن يفرض عليك لازم تبيع هاي الغرف أو يجب واحد متحول يقول لك آني لازم تحط العلم لازم تحط غرف آني أبيعها بالمؤسسات لأن إذا ما سويت هاي شكل أنت تشعاني بالكراهية وأنا أقدر أرفع دعوة عليك هامتراميك مدينة هامتراميك رفضت تحط العلم مع المثليين ترفعها في المدينة وهذا كل زي من المدينة لأن المدينة يدوروها اليمنيين لكن ببعد إصدار هذا القانون ما أعتقد رح تقدر تسوي هاش كالشي لأن إذا أكون مثليين راح يروحون أو أي من هذول المجتمعات مجتمع علمي راح يروحون ويعترضون على البلدية يقدرون يحاكموها في المرة الجاية أنا بس حبيت أوضح وخاصة الأهلنا الأهالينا في ميشيغن إلا أنا واحد منهم أنه اليوم مره وهذا القانون مرر وإذا ما تشدوا ما سامعين بي أتمنى سمعون بي وتعرفون بي وغاح يكون أيضا بالمدارس دير باكم على أطفالكم أيضا وأتمنى أنه أنا قدمت فتشي مفيد بهذه الحلقة وأتمنى استفاديتوا منها إذا حبيتوا الحلقة إذا حبيتوا الحلقات التي أقدمها تابعونا على فادي فروم ميشيغن وسووا سبسكرايب ولايك وشير تحياتي لكم ونشوفكم بحلقة جديدة من فادي فروم ميشيغن أوراق مغتر مع السلامة